بين وابل من الرصاص وجموع لم يكن من السهل حصرها بدأت ساعات حصد الأرواح بلا هوادة جمعة الكرامة الواقعة التي لن تغيب من ذاكرة اليمنيين عن يوم أسود قاس تبعاته شباب عزل خرجوا للمطالبة بالعدالة وإيجاد دولة القانون وفي غمرة احتشادهم كانت الرصاصات هي الأقرب إلى صدورهم ليسقط يومها ما يقارب الستين شهيدا أغلبهم كانوا طلابا جامعيين عمليات القنص المباشر من قبل عشرات من المسلحين الذين اعتلوا أسطح المنازل في الطرف الجنوبي لساحة التغيير لم تمثل الشكل الوحيد للجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين أنذاك لكنها كانت الأكثر تأثيرا في مسار الثورة السلمية فعلى المستوى السياسي مثلت هذه الواقعة تحولا جديدا في الخارطة السياسية بعد موجة الاستقالات الحزبية والدبلوماسية التي أوجدت زخما وتحولا متناميا في مسار التغيير والتي بدورها أيضا مثلت ضربة موجعة للنظام أنذاك قسم ذلك اليوم منظومة صالح اجتماعيا وسياسيا وشكل منعطفا تاريخيا لمجمل التضحيات التي قدمها شباب فبراير في طريق حلم الدولة وعلى الرغم من أن الحادثة دخلت مرحلة ضبابية فيما يخص التحقيق الجنائي إلا أن المطالبات بترسيخ قيم العدالة الانتقالية ما زالت قائمة حتى اليوم مرت الجريمة لكن ثقلها التاريخية ما يزال حاضرا وأمام غموض اكتنف أحداثها ما يزال اليمنيون كل يوم يبحثون عن العدالة الضائعة